السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إن الأمر أمرك والخلق خلقك والقضاء قضاءك اللهم إني وكلتك وفوت أمري إليك يا رب دبر لنا من الجبر والعوض ما ينسينا ويرضينا اللهم افتح بيننا وبين رزقنا وسعادتنا وتوفيقنا فتحا مبينا وأنت خير الفاتحين طبعا اليوم توقعتنا اليوم الجمعة 24 آذار مارس القمر الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الخميس القمر موجود في برج الحمل ورح ينتقل في ساعات المساء مساء اليوم الخميس لبرج الثور زي ما حكينا في حلقة الأمس طبعا القمر الآن موجود في منزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخباء الأمور ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة تسعة وأربعة وارفعين دقيقة من صباح اليوم الجمعة لينتقل القمر بعديها لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد طبعا القمر الآن موجود في برج الحمل اللي هو مساء يوم الخميس موعد بث الحلقة ما زال موجود بالحمل ورح ينتقل لبرج الثور الساعة ستة وواحد واربعين دقيقة من مساء اليوم الخميس يعني ضائل تقريبا بحدود الأربع ساعات وواحد واربعين دقيقة من بدء بث هاي الحلقة على اليوتيوب بعدها القمر بيكون انتقل لها برج الثور طبعا تأثيراته لما ينتقل لبرج الثور إنه بخلال الأيام القادمة أو اليومين وربع القادمات بنشعر بالحذر أكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقلما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق وفي فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكننا أيضا إما الاهتمام بمسائل تتعلق بالعقارات زي شراء بيع استئجار أشياء من هذا القبيل أو قضاء وقت ممتع بالبيت أو مثلا مشاهدة التلفاز طبعا زي ما ذكرت في حلقة الأمس إنه في عنا خلو مسار وهذا خلو المسار رح يبدأ الليلة الليلة الخميس على الجمعة يعني بعد بث الحلقة تقريبا بثلاث ساعات هي خلو المسار هذا رح يبدأ الساعة خمسة واثنعشر دقيقة بتوقيت جرينيتش ورح ينتهي الساعة ستة بواحد واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش اللي هو مساء اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الثور إحنا توقعاتنا رح نحكي عن برج الثور ما رح نحكي عن وجوده في الأربع ساعة دولار في برج الحمل ولكن خلو المسار هذا بقع في نفس الفترة اللي أنا ببث فيها الحلقة عشان الكل يذكر ويحتاط طبعا فترة خلو المسار هاي اللي هي من الخمسة واثنعشر دقيقة لغاية ستة وواحد واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الخميس هاي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار ذكرنا أيضا في حلقة الأمس طبعا إنه في زوايا الزوايا هاي هي زاويتين زاوية التربيع السلبية اللي بين القمر وبين بلوتو وحكينا أنه هاي الزاوية رح تبدأ الساعة ستة وواحد واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها الآن واقعة ورح تستمر لغاية صباح يوم الجمعة هاي الزاوية بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين زحل وبرضو هاي مستمرة من الآن ولغاية ساعات الصباح نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية البطيئة فطبعا عندنا زاوية انتهت اللي هي الزاوية الخطيرة هي ما انتهت بمعنى أن تأثيراتها راحت لا هي تأثيراتها لسه موجودة لأنها زاوية منفصلة ولكن ذروة تأثيراتها انتهت الآن الزاوية اللي اليوم رح تتشكل عندنا اللي هي زاوية التثليث الإيجابية اللي بين المريخ وبين زحل وهي تأثيراتها من اليوم 24-3 وبتستمر لغاية يوم 6-4 ذروتها يوم 33 في تمام الساعة 7 ودقيقتين مساء بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا يعني بتصير الأمور واضحة تماما وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها إن كان في عمالنا أو في مشاريعنا دوليا هاي زاوية بالدل على نشاط ومردود أكبر في الصناعات الثقيلة ومؤسسات الدولة وازدياد المنتوج الفلاحي واستخراج المعادن واستقرار في أمور اللي إلها علاقة بالبورصة وممكن تشهد بعض البلاد استقرار أمني أكبر بفضل نشاط الأمن الوطني أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وهاي طبعا تأثيراتها اليوم آخر يوم لهو 24 ثلاثة آخر يوم لإلها هاي زاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها وبرضو بتدل على قيام الحكومة أو تعرضها لتحولات أو تغييرات إيجابية وكذلك زيادة الاستثمارات لتطوير البنيات التحتية للبلاد والاهتمام أكثر بما يدين البيعة والمحافظة عليها أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكله طبعا هذولا زاويتين قويات جدا جدا وهذا طبعا موضوع الغلاف اللي أنا كتبته عن الحب وعن الأمور الممتازة فعشان هيك ركزوا معي الزاوية الأولى هي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون الساعة عشر ونص صباحا بتوقيت جرينيتش اللي هو من صباح يوم الجمعة طبعا تأثيراتها من ساعات الصباح الباكر ولغاية ساعات المساء هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبرضو هاي دوليا بتدل على ميل الرأي العام لمواضيع اللي بتتعلق بالمواضيع الفنية والترفيهية والتسلية وبرضو يعني بتأثر على النساء إنهم اليوم بشعروا باستقرار أكثر وتوازن نفسي كما بتشهد المؤسسات المالية وكذلك بعض القطاعات كالنسيج والتجميل رواج أكبر ومدخيل أكثر خلال هذا اليوم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون الساعة 11 و50 دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات العصر وبتستمر لغاية صباح يوم السب هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بطريقة إيجابية طبعا أما دوليا فهاي بدل على استحسان الرأي العام والشعب لما يلقاه من حرية في التعبير واحترام الحريات ورح يشهد هذا اليوم نشاط في حركة الخطوط الجوية وزيادة مردود أو مردودية الصناعات الدقيقة والقطاعات الخاصة وبرضو بما أن القمر وأورانوس معناته ممكن العواطف المفاجئة أو العلاقات المفاجئة لعمليات الجراحية مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة وأيضا استخدام المواد اللي إلها علاقة بالتجميل للزيوت أشياء من هذا القبيل لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة وأيضا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثور معناته خلو المسار القادم بيبدأ يوم السبت 25 ثلاث بيبدأ في تمام ساعة 84 دقيقة بعد العصر وبيستمر حتى تمام اليوم التالي أي بعد منتصف ليل السبت على الأحد تقريبا ب41 دقيقة يعني بعدها القمر بنتقل لبرج الجوزاء الساعة 12 و41 دقيقة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره ثلاثة أيام في تمام الساعة 44 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بصير عمره أربعة أيام نسبة الإضاءة بتصير 15% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 24 منتحس بنسبة 10% القمر في الحمل الآن وبدو ينتقل للثور برضو في ساعة هذا مساء اليوم الخميس يعني طيلة يوم الجمعة هو في الثور ورح يظل في برج الثور لغاية يوم 26-3 سعيد بنسبة 45% الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% عطارد في الحمل حتى يوم 3-4 سعيد بنسبة 60% الزهرة في الثور حتى يوم 11-4 منتحس بنسبة 25% المريق في الجوزاء حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% قرانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف في الجدي وبدو ينتقل أو ينتقل للدلو بمعنى آخر ورح يظل في الدلو لغاية يوم 34 بحركة مامية سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم رح يركز على الأمور المالية فرح يفتح لكم مجال لفرصة تيجي فيها مكاسب والفرصة هاي بتكون مفاجئة أو بتدخل تحسين على ميزانيتكم بعضكم رح يهتم باستحقاقات مالية أو فوتير أو دفعات ولكن الحضوظة بتلعب دور كبير من ناحية المكاسب المالية أهمش إنه اليوم ما تتصرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم إشي دير بالك من المصاريف لزيادة ولكن إجمالا في بعض المكاسب أو الاهتمامات اللي بتتعلق بالمال برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من مساعة المساء اليوم تقدكم بأنفسكم كبيرة وبيعومكم النشاط بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي طبعا بتتحسن المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق في ورشة جديدة أهم شي إنك تتحرك يعني بمعنى آخر استغل هاي الطاقة الإيجابية اللي راح تجيك لأنها بداية مرحلة جديدة وقوية بالنسبة لإلك اليوم أنت راح تمتلك إرادة قوية مع اندفاع عالي جدا وحماسة لها تنجز كثير من الأمور وبتنتصر على كثير من الاعتبارات برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هذا اليوم الخلص الخمر بده يوصل لبيت المتاعب فأنت راح تدخل في فترة شوي فيها صعوبة لأنه بيت متاعبك عشان هيك هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا انكم تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم أهم شيء انك ما توقع على عقد ما تبدأ عملي جديد وتعتبر هاي فترة فارغة من الحظ حاول انك تحلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء ولا تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك يعتبر هذا اليوم يوم ضاغط بالنسبة لإلك ولكن الزوايا الإيجابية ممكن تخفف الأمر عليك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتسعده من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم اليوم عندك لقاءات اجتماعية فممكن يفاجأك أحدهم بالتصرفاته أو طلباته أهم شيء انك ما تبقى وحيد طبعا اليوم في نوع من أنواع التعاطف أو التأييد لتحركاتك ورح تسعد من لقاء أو اتصال أو هيق جمعة ورح تفرح بدعم من جهة ما يعني بمعنى آخر اليوم في لقاءات وتعاون متبادل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هذا اليوم بيت السمعة القمر في بيت السمعة فيعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أهم إشي أنكم ما تتدمروا من كثرة الأعباء الضغوط كبيرة لكنها فترة مهمة وحاول أنك ما تسمع لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك وسيطر على عصابك حتى لو شعرت بالإنزعاج يعني ما في داعي للعصبية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بيصلكم خبر منه بعيد أو من خارج البلاد أو اتصال بتسعدوا فيه وبتنجحوا في أمور الهلاقة بالاتصالات البعيدة والسفر البعيد على أنواعها وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح واضحة بشكل كبير وبتعود للإمساك بزمام الأمور وتعتبر هاي فترة إيجابية جدا بيسهل خلال هالحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الجهات معك بعض موليد برج العذراء ممكن يكون عندهم سفر خلال هاي الفترة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هذا اليوم يحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيجي يعني من إلى علاقة بالشراكة بتعويض مال الزوج الزوجة بنك طريبة تأمين هاي الأمور ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية سارع لتهدئة الخواطر ورتب الأوضاع بشكل جيد اليوم ممكن تتخلى عن مطلب أو عن خطوة أو تتنازل شوي هيك حفاظ على تهدئة الأجواء حاول إنك اليوم تتصرف بشكل نشط جدا لأن الحضوض بتلعب دور ممتاز جدا ممكن يكون عندك بعض الاهتمامات بمعاملات أو أوراق وبرضو في لك اهتمامات في البيت برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هذا اليوم يعتبر يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن لا تنسى أن القمر موجود مقابلة تماما فاليوم بوسعكم تعزيز شركاتكم أو توطيد العلاقة بينكم وبين الشركاء ولكن بتكون تتجنبوا الانفعالات اللي ممكن إنها تخفي عدوات لا سيما مع الإدارات والمسؤولين وبحذرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنك خاسر والخصم رح يكون قوي وشرس لأنه هذا مقابلك تماما فطاقتك ضعيفة فأي جدال أو نقاش أنت رح تكون الخاسر زي ما حكيت برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا رغم تراكم العمل إلا أنه أنتوا عندكم قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم خلال هذا اليوم لأن الزوايا إيجابية والطاقة داعمة أيضا بوجود الشمس في البيت الخامس لألكم فعشان هيك بتكون تنظموا جدول غذاكم تأخذوا قصد كافي من الراحة ما تلتهوا بأي شيء ثانوي من المستحسن إنكوا تبدأوا عملكم باب بوقت باكر إذا أردت نتائج مرضية تعتبر هاي فترة مثمرة وسعيدة ممكن هيك تتلقى نتائج لجهودك السابقة أو تنطلق في مرحلة جديدة أو يجي خبر إلى علاقة بالعمل خلال هذا اليوم برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا هنا القمر في البيت الخامس لألكم فعشان هيك بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم يعني بدعمكم بشكل قوي على المستوى العاطفي على مستوى الحضوض على مستوى التارفيه وبرضو بوسعكم ممارسة نشاط فني إلى علاقة بالتجميل أو تغيير الهندام أو تغيير النفسية أهميش إنك ما تتردد في التعبير عن عواطفك حاول تكريس مزيد من الوقت لأحباك بتنمو بعض العلاقات وبتزدهر لكن لا تسمح لشؤونك الشخصية بأنها تأثر عليك برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعاً بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وليوم اهتماماتكم إلها علاقة بالبيت والعائلة فعشان هيك برضو بإمكانكم تعززوا الروابط العائلية بتنشغلوا بالمسائل العائلية أكثر أهميش إنك ما تترك أي شخص يحبط طموحاتك أو يتدخل في شؤونك وحاذر من الخلافات وحاول إنك ما تضخم الأمور بتبدو اليوم مرهف الإحساس ومتوتر بسبب قلق ما في بعضكم ممكن يهتم بمسائل إلها علاقة بالاتصالات الخارجية وفيه إشي إلها علاقة يعني هيك بارتباط أو إلها علاقة بجمعة أو مناسبة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات نشاط عالي جداً وعندكم قدرة اليوم على الإقناع عالي جداً براءة طاقتكم ورغبتكم ممتازة ويعتبر هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة أو جمعة مع بعض الإخوة وبيكون لكم نعمة زي ما حكينا من التعامل مع الإخوة والجيران أهم مش إنك تحافظ على الموضوعية والهدوء والرصانة حصن نفسك بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وبتمتع بسرعة خاطر وقوة بالأفكار والأعدار بتتمتعوا بالنشاط والحماس زي ما حكينا ومرضو الحواطف إلها دور كبير أنا اليوم ما رح أحكي لكم ولا رح أذكركوا اللي أنتوا عارفين شو بدكوا تعملوا فاللي متذكر يعملوا واللي مش متذكر ما رح أذكره واللي بده يعني أذكر ما رح أذكره هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء